السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلبة الدبلوم والتعليم الفندوقي أهلا بكم في حلقة من حلقات في بيتنا مدرسة ومدتنا قانون العمل والتأمنات الاجتماعية وحلقة مراجعة عامة الامتحان الدور الثاني طبعا قانون العمل والتأمنات الاجتماعية الامتحان بإذن الله بيجي سهل بإذن الله الامتحان برضو نفكرك كده بينقسم إلى إيه طبعا الامتحان بيبقى مقسم لثلاث أجزاء يعني الامتحان هيجي لك متقسم لثلاث أجزاء أول جزء عندنا الجزء الأول هو قانون العمل والتأمنات قانون وقم 12 لسنة 2003 الجزء الثاني قانون الخدمة المدنية قانون وقم 81 ل2016 الجزء الثالث قانون التأمنات والمعشاد طبعا الامتحان هيجي متقسم كده عشان نبقى عارفين الفرق بين ده وده وطبعا احنا قلنا كتير ليه بيقسم الامتحان طبعا عشان الممكن اللابس اللي يحصل ما بين قانون العمل وقانون الخدمة المدنية طيب الامتحان بيجي ازاي؟ احنا قلنا خلاص تقسم الامتحان عندنا في الجزء الأولاني قانون العمل طبعا بيجي تعريفات بيجي سؤال رأي قانوني بيجي أكمل عندنا في قانون الخدمة المدنية بيجيبنا سؤال مصطلحات توصيل تعريفات قانون التأمنات بيجيب لنا بعض الحالات العملية مع جزء أسئلة نظري في العمل ذات نفسه هنفرم الكلام ده وإحنا بنشرح المراجعة طبعا احنا زي ما تعودنا في الشرح هنشرح جزء من الأسئلة وجزء راجع لك فيه المنهج كله من أوله لآخره بإذن الله طبعا احنا عندنا قانون العمل بسرعة كده نعرف يعني قانون العمل يعبار عن مجموعة القواعد القانونية اللي بتحكم العلاقة ما بين العامل وصاحب العمل إذا طوافر شرط التبعية العمل عموما العمل الإنساني بينقسم إلى نوعين العمل الإنساني ينقسم إلى نوعين العمل العام والعمل الخاص تاني ينقسم العمل الإنساني إلى نوعين العمل العام والعمل الخاص إيه الفرق بين العمل العام والعمل الخاص العمل العام هو العمل الذي يتم تحت إدارة شخص من أشخاص القانون العام باعتباره سلطة ذات سيادة ده بالنسبة للعمل العام أما العمل الخاص هو العمل الذي يتم تحت إدارة شخص من أشخاص القانون الخاص يبقى لو جلنا سؤال أكمل ينقسم العمل الإنساني إلى نقط ونقط يبقى أقول له العمل العام العمل الخاص أما العمل الخاص بقى بينقسم إلى سلاس أنواع العمل المستقل العمل المشترك العمل التابع تاني ينقسم العمل الخاص إلى سلاس أنواع العمل المستقل العمل المشترك العمل التابع يبقى تاني لما يجي سؤال أكمل يقولك ينقسم العمل الإنساني إلى نوعين أو اللعام وخاص أما العمل الخاص بينقسم إلى ثلاث أنواع مستقل ومستبق وتابع طيب لتطبيق قانون العمل هناك شروط ثلاث شروط عشان أطبق قانون العمل إيه هم أن يكون العمل خاص أن يكون العمل مأجور أن يكون العمل تابع ثاني شروط تطبيق قانون العمل ثلاث شروط أن يكون العمل خاص أن يكون العمل مأجور أن يكون العمل تابع ولو العمل مش مأجور وعمل تطوعي لا يخضع لقانون العمل ده بالنسبة ليه شروط تطبيق قانون العمل طيب الفئات التي لا يطبق عليها قانون العمل عندك ثلاث فئات يستسلم من تطبيق قانون العمل إيه هم الثلاث فئات دول جميع العاملين بالدولة والجهاز الإداري للدولة والحكم المحلي مش هتطبع عليهم قانون العمل عمال الخدمة المنزلية وما في حكمهم أسرة صاحب العمل الذي يعلهم فعلا يبقى تلك فئات لا يطبق عليهم قانون العمل طب هل في حد تاني ما بتطبقش عليه قانون العمل ها هناك طوائف لا تخضع لقانون العمل ايه هي الطوائف دي عندك العمال البحريون عمال المناجم والمحاجر العاملين بالمؤسسات التعليمية الخاصة العاملين بالمؤسسات الصحفية الخاصة عمال المناطق الحرة دول الطوائف التي لا يطبق عليها قانون العمل عندنا كمان استحدث قانون العمل حق الإضراب وحق الإغلاق تاني استحدث قانون العمل حق الإضراب وحق الإغلاق يعني يه الإضراب كلمة الإضراب يعني ايه الإضراب معناه امتناع جميع العاملين عن العمل الملتزمين به لأسباب مهنية دون رضاء صاحب العمل تاني الإضراب الإضراب هو امتناع جميع العاملين عن العمل الملتزمين به لأسباب مهنية دون رضاء صاحب العمل أما شروط الإضراب أن يكون العمل أن يكون الإضراب إضرابا جماعيا أن يكون بدون رضاء صاحب العمل أن يكون للدفاع عن المصالح المهنية والاقتصادية والاجتماعية أن يكون الإضراب عن العمل الملتزمين به. أما إجراءات الإضراب. لو أنا عايز أنظم الإضراب. الإضراب بيتم عن طريق النقابة التابع لها المنشأة. يبقى يتم الإضراب عن طريق النقابة رقم اتنين يجب أن يشمل طلب الإضراب على معاد الإضراب وأسباب الإضراب. رقم ثلاثة عندنا. يجب أن تخطر النقابة صاحب العمل بمعاد الإضراب قبل الإضراب بعشر أيام على الأقل. ويعتبر الإضراب أجازة بدون أجر. ده بالنسبة لإجراءات الإضراب. طبعا عندنا منشآت ودي مهمة جدا. وابتيجي على طول في الامتحان. منشآت لا يجوز فيها الإضراب. يعني الإضراب حق من حقوق العامل لكن هناك بعض المنشآت لا يجوز فيها الإضراب. إيه هي بقى المنشآت التي لا يجوز فيها الإضراب؟ عندنا منشآت حيوية واستراتيجية. منشآت حيوية زي المواصلات المخابز الإسعاف المطافي المطافي الكهرباء المواصلات السيدريات كل دي منشآت لا يجوز فيها الإضراب. عندنا كمال منشآت الأمن القومي المطارات المواني المنائل كل دي من المنشآت المحظور فيها الإضراب. ده بيجينا سؤال فيها في رأي القانوني يجي يقول لنا نظم نظم مجموعة من العاملين بوحدة إضراب متبعين جميع الوسائل السلمية للإضراب. هنا بقول له لا يجوز أو غير قانوني لأنها من المنشآت المحظور فيها الإضراب. طبعا ده الإضراب. اللي برضو احنا بقلنا في أول الحلقة استحدث قانون العمل حق نقاط وحق نقاط. قمنا حق الإضراب وحق الإغلاق. إيه المقصود بالإغلاق؟ أعطى القانون صاحب العمل الحق بإغلاق المنشآة. سواء كان إغلاق جزئي أو إغلاق كلي إذا كان يمر بذي ظروف اقتصادية صعبة أو حالة مرضية. في الحالة دي القانون منحه حق الإغلاق. لكن القانون اهتم جدا بالنقطة دية. وقال فيه إجراءات للإغلاق. يجب أن يتم الإغلاق عن طريق اللجنة المختصة. يجب أن يشمل طلب الإغلاق على عدد العمال المراد الاستغناء عنهم. وأسباب الإغلاق. يبقى طلب الإغلاق يجب أن يشمل على الحاجتين. إيه هما الحاجتين دول؟ أول حاجة أسباب الإغلاق وعدد العمال المراد الاستغناء عنهم يجب أن ترد اللجنة اللي هي اللجنة المختصة فيه خلال 30 يوم على الأقصى طبعا يحظر على صاحب العمل الاستغناء عن أي عامل دون بجوع للجهة المختصة طيب فيه حاجة كمان اسمها بالنسبة ليه الإغلاق فيه حاجة اسمها تعديل عقد العمل في الإغلاق يعني تعديل عقد العمل في الإغلاق اللي هي بنسميها بداء للإغلاق بداء للإغلاق دي العامل بياخدها في حالة الإغلاق القانون أعطى لصحاب العمل للحق في حاجات بنقولها للعامل يعني ممكن يعدل عقد العمل ممكن يدي العمال أجازات بدون أجر في أيام معينة طيب ممكن في تعديل العقد أنه هو ينقل عامل من مكان لمكان أو يقلل أجر طب لو العامل مرضوش ممكن يمشي يمكن يمشي دون أختار صاحب العمل وكمان هياخد حاجة اسمها مكافئة الإغلاق يعني مكافئة الإغلاق مكافئة الإغلاق عبارة عن شهر عن شهر عن كل سنة من الخمس سنوات الأولى وشهر ونص عن باقي المدة الزائدة طبعا ده بالنسبة لكده احنا خدنا مراجعة سريعة للفصل الأول الفصل الأول في قانون العمل بعد كده بنتكلم على تشغيل العمال المصرين سواء بالداخل أو الخارج أو التشغيل طب احنا برضو هناخد سؤال معنا بالإجابات بتاعته وبعد كده نرجع نماجع جزء تاني نشوف أول سؤال معنا النهاردة ده علامة صح أو علامة خطأ يؤخذ على التشريعات العمالية أنها قليلة التكلفة يؤخذ على التشريعات العمالية أنها قليلة التكلفة طبعا هنا سؤال صح وغلط نكتب ورقة وقلم ونكتب الأسئلة دي يؤخذ على التشريعات العمالية أنها قليلة التكلفة طبعا من أهم الانتقادات التي وجهت لقانون العمل أنه كثير التكلفة يعني الإجابة هنا خطأ السؤال الثاني من الأعمال المحظورة على العامل الاقتراض من العملاء ثاني من الأعمال المحظورة على العامل الاقتراض من العملاء طبعا هنا من الأعمال المحظورة على العامل فعلا الاقتراض من العملاء في بعض الأعمال القانون حدد وقال هناك أعمال محظورة على العامل ان هو يعملها زي ايه زي ان هو يحترز لنفسه باي مستند يخص العمل ان هو يجمع تبرعات دون رأي او دون موافقة صاحب العمل ان هو يقبل اي مكافئات اه هدايا دون رضاء صاحب العمل لاقتراض من العملاء ما اقتردش من العملاء رقم ثلاثة قام صاحب عمل باعدام ملفات العاملين بعد شهر من انتهاء العقد قام صاحب عمل باعدام ملفات العاملين بعد شهر من انتهاء العقد طبعا هنا الاجابة خطأ ليه خطأ القانون الزم صاحب العمل لاحتفاظ بالملفات لمدة سنة من انتهاء تاريخ العقد طبعا هو هنا بيقول اعدامها بعد شهر طبعا الاجابة هنا تبقى خطأ لازم ان هو يحتفظ بيها لمدة سنة من انتهاء تاريخ العقد افراد اصرة صاحب العمل من الفئات المستثناء من الخضوع لقانون العمل يعني من الفئات التي لا يطبق عليها قانون العمل طبعا هنا الإجابة صحيحة للعاملة التي ترضع طفلها الحق في فترتين للرضاع مدة كل فترة نصف ساعة طبعا هو القانون هنا بيقول ايه للعاملة الحق في ساعة رضاع مدفوعة الأجل مكسمة المصفين طبعا الإجابة هنا تبقى صحيحة يجوز تشغيل الأطفال في سن العشرة طبعا هنا الإجابة خطأ الإجابة خطأ طب خطأ ليه مستر لأن القانون قانون رقم 12 لسنة 2003 قانون العمل حدد سن تشغيل الأطفال من 14 سنة أو اتمام مرحلة التعليم الأساسي حتى بلوه سن 18 سنة يعني افهم من كده أن سن تشغيل الأطفال بيبدأ من 14 سنة حتى 18 سنة النقطة اللي بعد كده يجوز لصاحب العمل أن يقتطع 25% وفاءا للقرد طبعا كلمة يقتطع هنا معناها يخصم كلمة يقتطع معناها يخصم 25% مقابل القرد طبعا الإجابة هنا خطأ لأن القانون قانون العمل حدد وقال لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع أكثر من 10% يبقى هنا الغلط هنا النسبة 25 دي غلط النسبة هنا 10% يلتزم صاحب العمل بصرف شهرين كمصاريف جنازة لأسرة العامل طبعا دي في حالة وفاة العامل صاحب العمل ملزم بصرف شهرين من مصاريف لأسرة صاحب العمل وتسمى مصاريف جنازة طبعا الإجابة هنا صحيحة الإنزاوة الخاص من الأجل لمدة 3 أيام من اختصاص صاحب العمل دي بقى هنشرحها كده بالتفصيل لأنها نقطة مهمة جدا 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 عندنا حاجة في قانون العمل اسمها سلطة توقيع الجزاء تاني اسمها سلطة توقيع الجزاء مين اللي له الحق أن يوقع الجزاء عندنا اللي له الحق يوقع الجزاء تلاتة يا إما اللبنة القضائية يا إما مدير العمل يا إما صاحب العمل طيب هل كل واحد لاختصاصات طبعا عندنا بالنسبة لمدير العمل الجزاءات اللي يجوز توقيعها من قبل مدير العمل الإنظار والخصم من الأجر مدة لا تتعدى ثلاث أيام يبقى تاني الجزاءات اللي في إيد المدير هي الإنظار والخصم من الأجر مدة لا تتعدى ثلاث أيام أما باقي العقوبات دي في إيد صاحب العمل ما عدا عقوبة واحدة بس الفصل من الخدمة دي من اختصاص اللجنة القضائية أو اللجنة المختصة عشان كده بنقول سلطة توقيع الجزاء تلاتة اللي ليهم السلطة توقيع الجزاء تلاتة مدير العمل صاحب العمل واللجنة القضائية كل واحد من التلاتة ليه اختصاصات عندنا الإنظار والخصم من الأجر المدة لا تتعدى ثلاث أيام دي من اختصاص مدير العمل أما صاحب العمل فإيده بقى بقى العقوبات ما عدا عقوبة واحدة إيه هي الفصل من الخدمة بقى خلي بالك لو جلنا سؤال وعف الامتحان يضحك عليك ويقولك كده الفصل من الخدمة من اختصاص صاحب العمل قوله لا خطأ مش من اختصاص صاحب العمل ومن بل من اختصاص مين من اختصاص اللجنة القضائية طيب تحتسب مدة الاضراب أجازة بأجر تحتسب مدة الاضراب أجازة بأجر طبعا هنا الإجابة خطأ تحتسب مدة الاضراب اجازة بدون اجر اجازة بدون اجر السؤال اللي بعد كده اكمل الاضرابة الاضرابة برضو من المسئلة المهمة جدا يحصل العامل على راحة اسبوعية لا تقل عن نقطة ساعة كاملة طبعا العامل له الحق في راحة اسبوعية لا تقل عن 24 ساعة كاملة بعد نقطة عمل متصلة بعد ست ايام عمل متصلة لا يعتبر امتناع العمال عن اداء العمل اضرابا الا اذا كان امتناع جماعي امتناع جماعي وبغير رضاء صاحب العمل لا يجوز تشغيل العامل فعليا اكثر من نقطة ساعات في اليوم طبعا 8 ساعات في اليوم الواحد او 48 ساعة في الاسبوع لا يجوز تشغيل العامل فعليا اكثر من 8 ساعات في اليوم الواحد او 48 ساعة في الاسبوع يسترد لسبيان قانون العمل ان يكون العمل خاص وباجر وتابع خاص وباجر وتابع عقد العمل يتميز بعنصرين اساسيين هما التبعية والاجر تاني عقد العمل يتميز بعنصرين اساسيين هما التبعية والاجر العامل النقط الذي يتم لحساب شخص من اشخاص القانون العام طبعا هيبقى العمل العام باعتبار رسولة ذات سيادة طبعا احنا في نقطة هنتكلم فيها نقطة مهمة جدا عقد العمل الفردي ده من المواضيع المهمة جدا وتتقرع لطول في الامتحان هو يعني عقد العمل الفردي عقد العمل الفردي هو اللي بيتعهد فيه العامل بأن يعمل تحت إدارته إشراف وتوجيه صاحب العمل مقابل أجر التاني هو العقد اللي بيتعهد فيه العامل بأن يعمل تحت إدارة وإشراف وتوجيه صاحب العمل مقابل أجر طيب يعني عشان راح نشتغل عند حد واعمل عقد عمل أعرف من إيه العقد صحيح عشان تعرف إن العقد صحيح يلابد من طوافر شرطين أول شرط يكتب باللغة العربية يبقى لازم العقد يكتب بالإيه باللغة العربية تاني شرط يحرر من ثلاث نسخ يبقى من ثلاث نسخ طبعا نسخة بيحصل عليها العامل ونسخة يحصل عليها صاحب العمل ونسخة تقول إلى اللجنة المختصة أو الحكومة أو التأمنات يعني تروح للدولة يعني يبقى لو جاء لنا شروط صحيح تعقد العمل شرطين يكتب باللغة العربية رقم اتنين يحرر من ثلاث نسخ طيب أهم بيانات العقد أهم البيانات في إيه عندنا طبعا العقد بقى فيه بيانات كتير لكن أهم بيانات العقد أربع اسم صاحب العمل ومحلق قمته وعنوانه اسم صاحب العمل ومحلق قمته وعنوانه اسم العامل ومحلق قمته وعنوانه عندنا كمان المهنة المهنة والأجر يعني المهنة والأجر بتكتبهم في العقد يبقى أهم بيانات العقد أربع إيه هما الأربع اسم صاحب العمل ومحلق قمته وعنوانه رقم اتنين اسم العامل ومحلق قمته الرقم ثلاثة المهنة الملتزم بيها والأجر المتفق عليه طيب أهم المستندات المطلوبة أو زي ما بنسميها المصورات التعين يعني لما أجي تعين في حاجات بتطلب مني اللي بنسميها المصورات إيه هي المصورات دي عندنا المصورات دي رقم واحد عندنا شهادة الميلاد البطاقة الشخصية صحيفة الحالة الجنائية المركف من التجنيد الكشف الطبي المؤهل الدراسي الصور الشخصية عندنا شهادات الخضرة إن وجدت شهادة تأديد الخدمة العامة شهادة القيد بمكتب القوة العاملة طبعا كل ده بيتطلب لكن فيه نقطة مهمة جدا لو أنا ما جبتش مستند من دول هل من حق صاحب العمل إنه هو يرفض تشغيلي أخذ تشغيليك إلا في مستند واحد وده اللي بيجي عليه السؤال في الامتحان على طول يجي يقولك إيه رفض صاحب عمل تشغيل عامل لم يقدم من ضمن ما صغاط التعين شهادة الميلاد تاني السؤال عشان مهم جدا هو بقى وقاله ويكتب السؤال رفض صاحب عمل تشغيل عامل لم يقدم من ضمن ما صغاط التعين شهادة الميلاد أقوله هنا غير قانوني طب غير قانوني اللي هي مصطر لأن البطاقة الشخصية تحل محل شهادة الميلاد عندنا مستندات جتيب جدا ومن ضمن المستندات للبطاقة الشخصية والبطاقة الشخصية فيها نفس البطاقات اللي موجودة في شهادة الميلاد يبقى ما هيش حجة لو أنا ما جبتش شهادة الميلاد مش من حق صاحب العمل ما يشغنيش ليه مش من حقه لأن البطاقة الشخصية تحل محل شهادة الميلاد طيب عندنا يتميز عقد العمل بعنصرين إيه هم العنصرين دول التبعية والأجر طيب خلينا الأول في التبعية العامل يتبع صاحب العمل نوعين من التبعية تبعية قانونية وتبعية اقتصادية تاني العامل يتبع صاحب العمل يعني إيه يتبع يعني العامل بيبقى تابع لصاحب العمل نوعين من التبعية تبعية اقتصادية وتبعية قانونية تبعية اقتصادية يعني إيه وده تعريفة مهمة جدا وبييجي في الامتحان وممكن تلاقيه في الامتحان الدور التاني التبعية اقتصادية استقصار صاحب العمل بمجهود العامل مقابل أجر أما التبعية القانونية معناها أن العامل يخضع عليه صاحب العمل وعنده مخالفة القوانين يتم توقيع الجزائي عليه ويكون من حق صاحب العمل فرض العقوبات الجزائية أو الجزائات اللي ممكن يوقع عشان كده بنقول على أن العامل يتبع صاحب العمل نوعين من التبعية تبعية اقتصادية وتبعية قانونية نيجي للأجر بقى يعني الأجر الأجر هو كل ما يحصل عليه العامل سواء كان نقدي أو عيني ثابت أو متغير أو كل ما يتم الاتفاق عليه أو كل ما يحصل عليه العامل نظير عمله المتفق عليه ده تعريفات الأجر لكن مش ده اللي يهمنا يهمنا حاجات نقاط مهمة جدا نخلي بنا منها اللي بنسميها وسائل حماية الأجر وسائل حماية طبعا الأجر ده بالنسبة ليه العامل حاجة مهمة جدا ده قائمة عليه اقتصاد بيته يعني عشان كده بنقول تبعي صاحب العمل تبعية اقتصادية ده بيشتغل مقابل الأجر طيب عشان كده بنقول القانون عمل وسائل اسمها وسائل حماية الأجر هناخد وسيلة وسيلة كده ونشرحها لأنها مهمة جدا 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 نبدأ بأول واحدة إذا ذهب العامل إلى محل عمله ولم يستطع مزاولة عمله لسبب راجع لصاحب العمل يستحق العامل أجره كامل تاني إذا ذهب العامل لمحل عمله في الوقت المحدد ولم يستطع مزاولة عمله لسبب يرجع لصاحب العمل يستحق العامل الأجره كامل يعني لو أنا رحت الشغل بتاعي في المعاد المحدد وفي حاجة حالة بيني وبين تأديد شغلي حاجة منعتني والحاجة دي السبب فيها مشانة السبب فيها صاحب العمل القانون صريح قال يستحق العامل الأجر كامل يستحق العامل إيه؟ الأجر كامل رقم اتنين إذا ذهب العامل محل عمله في الوقت المحدد وحالة بينه وبين عمله سبب قهري حطي خط تحت دي بقى سبب إيه؟ سبب قهري خارج عن إرادة صاحب العمل يستحق العامل نصف الأجر يعني لو أنا رحت الشغل بتاعي في الوقت المحدد وفي شيء ما نعني على الشغل بس الشيء ده قهري قهري يعني إيه؟ يعني خارج عن إرادة صاحب العمل يعني صاحب العمل ملوش أي زنب فيه ندي مثال لو أنا قلت ذهب عامل إلى مقر عمله ولم يستطع مزولة عمله بسبب انقطاع الطيار القهربائي يبقى هنا يستحق العامل نصف الأجر طب ليه مستر نصف الأجر؟ لأن ده سبب قهري خارج عن إرادة صاحب العمل أما لو قلنا كده ذهب عامل إلى مقر عمله فوجد المنشأة مغلقة لتهرب صاحب العمل من الضغريب يعني صاحب العمل متهرب من الضغريب فقفل النهاردة شين خايف من الضغريب؟ هنا بقى إيه اللي يحصل؟ هنا يستحق لعامل الأجر كامل طب ليه مستر؟ لأن هنا السبب يرجع لمين؟ برافو عليكم يرجع لصاحب العمل يبقى عندنا حالتين إذا كان السبب راجع لصاحب العمل يستحق لعامل الأجر كامل أما إذا كان السبب قهري يستحق لعامل نصف الأجر كمان يحظر على صاحب العمل اعطاء العامل اجر او جزء من اجره من منتجات الشركة بمعنى ايه انا مكتوب في العقد ان انا اجري الف جنيه جيت اخر الشهر المفروض اقبط الف جنيه تليت صاحب العمل بالديني تمنمية وبالباقي منتجات من الشركة هل ده قانوني طبعا هنا غير قانوني ليه يحظر على صاحب العمل الزام العامل بيه باجره او جزء من اجره بشراء منتجات من الشركة يعني ايجي بقى في الامتحاني يقولك ايه عامل اجره الشهري ميتين جنيه اعطاء صاحب العمل مية وتمانين جنيه والباقي من منتجات الشركة طبعا هنا انا بقوله غير قانوني ليه يحظر على صاحب العمل الزام العامل بشراء منتجات من الشركة ويؤدى الاجر كامل برضو من ضمن وسائل حماية الاجر طبعا احنا فيه عندنا الاجر ده انواع يا اما اجر يومي يا اما اجر شهري اجر يومي او اجر شهري لا يجوز نقل العامل من الاجر الشهري الى الاجر اليومي لا يجوز نقل العامل من فأة الاجر الشهرية الى فأة الاجر اليومية الا في حالة واحدة ايه هي الحالة يا مستر اذا طلب العامل ذلك لو انا العامل طلبت ان انا اتحول اما لو انا ما طلبتش يبقى ما ينفعش صاحب العمل يحولني طيب العمال المعينون بأجر يومي يحصلون على أجرهم مرة على الأقل كل أسبوع تاني العمال المعينون بأجر يومي يحصلون على أجرهم مرة على الأقل كل أسبوع كمان من ضمن وسائل حماية الأجر يؤدى الأجر بالعملة المتدولة يؤدى الأجر بالعملة المتدولة طبعاً كمان عندنا بالنسبة للعامل وهل يجوز أنه ياخد قرد من صاحب العمل طبعاً ممكن ياخد قرد من صاحب العمل والقرد ده يكون قرد حسن أي بدون فوائد والقانون حدد وقال لا يجوز استقطاع أو اكتطاع أكتر من 10% من أجل العامل من القرد يعني مهما كان القرد اللي أنا اخدته ما نفعش يخصم مني أكتر من 10% كمان عندنا بالنسبة للتزامات صاحب العمل اتجاه العامل عندنا تلات التزامات لصاحب العمل إنشاء ملف الكل عامل والاحتفاظ بيه لمدة سنة إنشاء ملف الكل عامل والاحتفاظ بيه لمدة سنة من انتهاء تاريخ العاد نقل العامل من وإلى مقر العمل وطبعا المساواة بين العمال بمعنى إذا عهد صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر ببعض العمال يجب تسوية العمال بعمال المصنع الآخر اللي هو المساواة يعني أنا صاحب عمل ختم المصنع اللي جانبي عمال أسويهم بالأجر إلا عندي دي التزامات صاحب العمل أما التزامات العامل تجاه عمله العامل ملتزم بإيه؟ أو واجبات العامل طبعا العامل لازم هنا يؤدي العمل المكلف به يؤدي بكل إتقان يحافظ على أسرار العمل لا يفشي أسرار العمل يحافظ على العهدة يحافظ على المواعيد بتاعة العمل طيب نكمل مع بعض الأسئلة بتاعتنا اسكر الرأي القانوني انتهت علاقة عامل بصاحب عمل قبل استنفاذ أجازاته وطالب صاحب العمل بالأجر المقابل للأجازة السؤال معنى إيه؟ عامل انتهت العقد بينه وبين صاحب العمل قبل الحصول على يعني العامل دا ليه أجازات فطالب من صاحب العمل أن ياخد أجازات نقدا طبعا هنا قانوني يجوز تحويل الأجازة إلى نقدا احتفظت شركة بملفات العاملين لمدة سنة من تاريخ انتهاء العقد طبعا هنا قانوني من التزامات الشركة لاحتفظ بالملفات لمدة سنة من انتهاء تاريخ العقد طيب عامل راتبه الشاري 600 جنيه اقترض من صاحب العمل 60 جنيه وعند صرف أجله خصم صاحب العمل قيمة القرد قبل ما نقول هنا قانوني أو غير قانوني احنا لسه قالين من شوية ان القرد القانون حدد له نسبة كام 10% منين من أجر العامل طب هنا الأجر قدامنا عامل راتبه الشاري 600 جنيه يبقى أنا المفروض أقول 600 في 10 عالمية تديك 60 جنيه والعامل دا كان أخد 60 جنيه صاحب العمل خصمه طبعا هنا تصرف قانوني لأن هنا نسبة الخصم لا تتجاوز العشرة في المية نقطة اللي بعد كده رفض صاحب عمل تشغيل عامل لم يقدم شهادة الميلاد ضمن مصروقات التعيين تاني رفض صاحب عمل تشغيل عامل لم يقدم شهادة الميلاد ضمن مصروقات التعيين طبعا هنا غير قانوني لأن البطاقة الشخصية تحل محل شهادة الميلاد الشركة تزاول تشغيل المصريين تتقاضى 5% من أجر العامل طبعا هنا غير قانوني لأن القانون حدد نسبة الشركات دي وقال الشركة لا تتقاضى أكثر من 2% من أجر العامل رفض صاحب عمل منحهم مال يعملون في مجال صناعة الدواء ساعة راحة طيب نوضح بقى النقطة دي لأنها من النقطة المهمة جدا القانون قال حدد القانون ساعات العمل اليومية قال إن العامل عدد ساعات العمل الفعلية 8 ساعات في اليوم يبقى القانون حدد 8 ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع يتخلى لهم ساعة راحة يبقى القانون إدى للعامل الحق فيه ساعة راحة لا تحسب من ساعات العمل لكن القانون قال هناك أعمال تستمر دون فترات راحة تاني هناك أعمال تستمر دون فترات راحة طب ليه تستمر؟ لأن طبيعة الأعمال دي ما ينفعش فيها راحة وهو فيه أعمال أنا بشتغل فيها لازم الإنتاج يبقى إنتاج مستمر أي أن كان بقيت الأعمال دي عشان كده ما هو أنا لما بروح أشتغل في مكان ببقى أعرف أن العمل يعني مثلا لو أنا شغال في مصنع ملابس ففي حاجة اسمها ساعرست فدي طبيعة أخذها وأكمل شغل الشغل هنا مش هتقصة إنما لو أنا شغال في مصنع دواء مصنع أدوية أدوية دي بنسب منفعش المكان يبصل ويفت فعشان كده في بعض الأعمال تستمر دون فترات راحة هناخد على سبيل المثال وليس على سبيل الحص بعض الأعمال التي تستمر دون فترات راحة زي إيه عندنا أعمال صناعة السينما والمصرح دي أعمال تستمر دون فترات راحة صناعة الدواء تستمر دون فترات راحة محطات القهرباء تستمر دون فترات راحة أعمال الفراشة تستمر دون فترات راحة أعمال دفن الموتى تستمر دون فترات راحة صناعة البلاستيك المخابس كل دي أعمال تستمر دون فترات راحة أعمال دون فترات راحة هنا يعني الأعمال دي بتتكمل لأنه صعب أنه أبطل ساعة راحة وكمل يبقى فيه اعمال القانون محددة تستمر دون فطبات راحة لكن القانون في نفس الوقت قال ان العامل ليه الحق فيه ساعة راحة طبعا قانون العمل اهتم عندنا بحالتين او فئتين هم النساء والاطفال يعني ايه حدد قوانين خاصة للنساء والاطفال طيب تعالى كده مع بعض نستعبد القوانين الخاصة او ازاي القانون بيعامل النساء الان في بعض النقاط الفنية اللي ممكن تجينا في الامتحان اول حاجة قال لا يجوز تشغيل النساء ليلا يبقى القانون حدد كده لا يجوز تشغيل النساء ليلا طبعا حده يقول لا ده انا عرف الناس بتشتغل ليلا اكمل الكلام لا يجوز تشغيل النساء ليلا في المنشآت الصناعية من السابع مساء الى السابع صباحا يبقى القانون هنا حدد الوقت اللي ما ينفعش تشتغل بيس ست في المنشآت الصناعية من سبع مساء لسبع صباحا لكن في نفس الوقت القانون قال هناك استثنائين بنسمح لهم بعمل المرأة ليلا طب ايه هم الاستثنائين دول الاستثناء الاول ان تكون طبيعة عمل المرأة طبيعة اشرافية لو هي طبيعة شغلها طبيعة اشرافية هنا من حقها ان هي تشتغل ليلا ام الحالة التانية اذا كان هناك سبب قهري ولن يتقرر يعني خوفا من تلف مواد خام اضطر صاحب العمل الى تشغيل النساء ليلا يبقى هنا بيجوز ان هي تشتغل لكن بشرط ان السبب يكون قهري ولن يتقرر يعني ما ينفعش يشغلهم على طول حصل ظرف فاضطر صاحب العمل ان يشغل النساء ليلا مفيش مشكلة لكن بشرط ان يكون السبب قهري ولن يتقرر طبعا قانون العمل اهتم بعمل المرأة ودى لها نوعين من الاجازات مهمين جدا اجازة اسمها اجازة الوضع والاجازة التانية اجازة رعاية الطفل نتكلم بقى بالتفصيل عن اجازة الوضع مدتها دي اجازة الوضع مدتها تسعين يوم او تلات شهور يبقى اللي عاملة لها الحق في اجازة وضع مدتها تسعين يوم تستحقها مرتين طوال الخدمة يبقى اللي عاملة لها الحق في اجازة وضع مدتها دي مدتها تسعين يوم او تلات شهور بتاخدها مرتين لكن بشرط ان تكون قمضة العاملة على الاقل عشر اشهر في العمل يبقى هي مش هطاعة تستفيد بأجازة الوضع دي أن لما تكون أكملت في الشغل بتاعها عشر أشهر على الأقل يبقى نقول تاني مدة أجازة الوضع تسعين يوم أو تلت شهور تحصل عليها العاملة مرتين فقط طوال الخدمة شرطها أن تكون أكملت عشر شهور على الأقل ولا يجوز تجريل العاملة خلال الخمسة واربعين يوم التالية للوضع ده بالنسبة لي أجازة الوضع أما الأجازة الأخرى اللي بنسميها أجازة بدون أجر اللي هي أجازة تعايد للطفل دي اسمها كده أجازة بدون أجر طب إيه الأجازة دي تستحق العاملة أجازة بدون أجر لمدة مرتين طوال الخدمة يعني بتاخدها مرتين طوال الخدمة المرة الواحدة مدتها سنتين هي الأجازة دي ليه عشان ترع الطفل اللي تم وضعه الطفل ده طبعا أيحنا قلنا قبل كده قانون العمل يستمد مواده من المجتمع وكان فيه مشكلة الطفل اللي هيتربى طبعا بيحصل نزعبني الزوج والزوجة فالقانون حل المشكلة وقال هندي أجازة للزوجة الأجازة دي هنسميها أجازة بدون أجر لرعاية الطفل مدتها سنتين تحصل عليها العاملة مرتين فقط طوال الخدمة والأجازة دي تعتبر من مدة خدمة العاملة يعني ايه من مدة خدمة العاملة يعني تحتسب من خبرتها عشان كده بنقول جملة مهمة جدا أجازة رعاية الطفل أو الأجازة بدون أجر لا تنفي صلة العاملة بالمنشأة تاني أجازة رعاية الطفل أو الأجازة بدون أجر لا تنفي صلة العاملة بالمنشأة يعني تقطعش العلاقة ما بين العاملة والمنشأة لها العلاقة موجودة حتى فيه أجازة الأجازة بدون أجر طيب هل الأجازة دي ممكن صاحب العمل يرفضها طبعا لا إلا في حالة واحدة لو عدد المنشأة أقل من خمسين عامل من حق يرفض أجازة الوضع يعني عندنا حالة بتقول إيه رفض صاحب عمل احتساب أجازة وضع لإحدى العاملات بحجة أن عدد العاملين أربعين عامل هنا بنقول قانوني لأن عدد العاملين أربعين أقل من خمسين وطالما العدد أقل من خمسين يبقى هنا يجوز أن يرفض الأجازة دي يبقى دي عندنا أجازة الوضع طبعا القانون كمان أعطى الحق للمرأة التي تكون بإرضاع طفلها بسعر ضع مقسمة إلى نصفين يعني مدة كل واحدة نصف ساعة السعر ضع دي مدفوعة الأجر يعني لو جاء لك كده قام صاحب عمل بمنحة عاملة سعر ضع مقابل تخفيض الأجر يقول له هنا غير قانوني ولا يجوز السعر ضع مدفوعة الأجر ده بالنسبة لقواعد تشغيل النساء والأجازات طب هل الأجازات دي بس لا ده إحنا عندنا العامل للحق في أكتر من تمن أو تسع أجازات عشر أجازات هنقولهم ونجرهم لك على طولهم عندنا أول أجازة الراحة الأسبوعية للعامل للحق في راحة أسبوعية مدتها أربعة وعشرين ساعة بعد ست أيام عمل متصلة تاني للعامل للحق في راحة أسبوعية مدتها أربعة وعشرين ساعة بعد ست أيام عمل متصلة أو لو كانت المنشأة بتستخدم النظام التاني في راحة الأسبوعية اسمه نظام الغلق الأسبوع يعني يوم في الأسبوع طيب دي من نسبة للراحة الأسبوعية عندنا بعد كده الأجازة السنوية ومن اسمها كده هتتاخد كل سنة ودي أجازة يحصل عليها العامل حسب مدة خبرته في العمل القانون قال من حق العامل التي أتم سنة كاملة يعني كمل سنة كاملة أجازة مدتها واحد وعشرين يوم تزداد إلى تلاتين يوم بعد العشر سنوات تاني العامل الذي أكمل في الخدمة سنة كاملة لو أكمل سنة كاملة من حقه أجازة مدتها واحد وعشرين يوم تزداد إلى تلاتين يوم إذا زاد عن عشر سنوات يبقى هو لو أقل من عشر سنوات بياخد واحد وعشرين يوم بس بشرط أن يكون أكمل سنة كاملة لو زادت بعد كده بياخد تلاتين يوم لو زادت عن عشر سنين بياخد تلاتين يوم والقانون قال كل من تعدى سن الخمسين كل من تعدى سن الخمسين بياخد أجازة مدتها تلاتين يوم لاش دعوة بقى بالخبرة ده اللي سنه تعدى كان خمسين سنة كمان القانون قال تزداد الأجازة بأي حال من الأحوال سبع أيام لمن يعمل في المناطق النائية والخطرة تاني تزداد الأجازة بأي حال من الأحوال سبع أيام لمن يعمل في المناطق النائية والأخرى يعني الأجازات اللي قلنا عليه دي نزود عليها كمان سبعة أيام بس المين للي بيشتغل فيه مناطق نائية يعني بعيدة أو طبيعتها طبيعة خطرة ده بالنسبة لي الأجازة السنوية طبعا الأجازة السنوية دي لها أحكام من ضمن الأحكام الأجازة السنوية لا يمكن أن نزول عنها ما ينفعش أن أنا تنازل عنها كمان يحدد صاحب العمل حسب ما يطبع له من مصلحة العمل طبعا باستثناء أجازة الحدث ما يقدرش يحدده صاحب العمل طبعا كمان عندنا إذا اكتشف صاحب العمل أن العامل يعمل أثناء الأجازة السنوية فمن حق صاحب العمل حرمان العامل من الأجازة أو من أجر هذه الأجازة دي بالنسبة للأجازة السنوية عندنا أجازة عرضة أو الطريقة للعامل الحق في أجازة طريقة مدتها قد إيه؟ ستة أيام يبقى الأجازة العرضة ست أيام بياخد العامل ست أيام أجازة عرضة بحد أقصى يومين في المرة الوحدة حد يقول لي طبعا العرضة سبعة أيام هقول له لا العامل ست أيام أما في قانون الخدمة المدنية اللي هو المواصف بياخد سبع أيام يبقى الأجازة العرضة مدة ست أيام بحد أقصى يومين في المرة الوحدة وتخصم من الأجازة السنوية ولا تخصم من الأجر ده بالنسبة للأجازة العرضة أو الأجازة الطريقة أجازة الحج وزيارة بيت المجبس للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة الحق في أجازة حج مدتها تلاتين يوم للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة الحق في أجازة حج مدتها 30 يوم بحد أقصى مرة واحدة طوال الخدمة يعني هو بياخد الأجازة دي مرة واحدة طوال الخدمة لأجازة الحج عندنا أجازة الدراسية أو أجازة تأديل الأجازة السنوية للامتحان الطالب اللي ملتحق بس ده شرط يكون ملتحق بأحدى الجماعات أو إحدى المدارس أو إحدى المراحل التعليمية منحقه أنه ياخد أجازة لأداء الامتحان بشرط أن يبلغ صاحب العمل قبلها على الأقل بـ 15 يوم قبل الامتحانات على الأقل بـ 15 يوم لو بلغ بـ 10 بـ 12 رفض صاحب العمل هنا قانوني لازم يبلغ قبلها بـ 15 يوم على الأقل دي بالنسبة لأجازة الدراسية وأجازة تأديل الامتحان عندنا كمان أجازة الوضع وقلنا في أجازة الوضع مدتها 90 يوم أو 3 شهور تحصل عليها العاملة مرتين فقط طوال الخدمة يشترط أن تكون أتمت 10 شهور على الأقل في العمل كمان لا يجوز تشغيل العاملة خلال الـ 45 يوم التالية للوضع طبعا نتكلمنا برضو على أجازة رعاية الطفل قلنا أو الأجازة بدون أجر الأجازة دي عبارة عن مدتها الأجازة بدون أجر مدتها سنتين تستحقها لعاملة مرتين فقط طوال الخدمة تحسب من مدة خدمة العاملة إذا كان عدد المنشاء أقل من 50 فيجوز لصاحب العمل رفض هذه الأجازة كمان عندنا أجازة الأعياد من حق صاحب العمل أو القانون حدد إن أجازة الأعياد بحد أقصى 13 يوم في السنة تاني أجازة الأعياد 13 يوم في السنة ويجوز العمل خلالها ويجوز العمل خلالها بمثلي الأجر يعني إيه؟ يعني لو أنت صاحب العمل شغلتين في أجازة الأعياد هاخد مش مثل مثلي الأجر دي من نسبة لأجازة الأعياد عندنا كمان الأجازة المرضي الأجازة المرضي تحسب كل ثلاث سنوات بأجر كامل وتحسب كالآتي شهر بأجر كامل 8 شهور بأجر 75% 3 شهور بدون أجر لكن مريض المرض المزمن يحصل على جميع مستحقاته أي يحصل على أجر كامل يعني لو في عامل مريض بمرض مزمن والأمراض المزمنة دي اللي محددها كوميسيون الطبي هنا بياخد الأجر بتاعه كامل عندنا كمان أجازة المخالطة دي إحدى أنواع الأجازات المرضي من حق طبيب التأمين الصحي أو طبيب الهيئة المختص أعطاء العامل المخالط لمريض بمرض معدي يعني إحنا هندي الشخص السليم الأجازة دي بس الشخص ده ماله مخالط يعني قاعد مع حد مريض بمرض معدي دي اسمه أجازة المخالطة ودي أجازة مفتوحة ومكفوعة الأجر طبعا دي الأجازات بتاعتنا أن العامل بياخدها برضو من ضمن المواضيع المهمة حالات انتهاء عقد العمل ما هي الحالات التي ينتهي فيها عقد العمل عندنا من ضمن حالات انتهاء عقد العمل انتهاء عقد العمل انتهاء العقد اللي مدته خمس سنوات بينتهي هنا تنتهي العلاقة من صاحب العمل انتهي الغرض المبرم من اجل العقد يعني ايه العقد ده ساعة بيتعامل عشان غرض معين يعني هدي مثال بسيط كده يعني مثلا انا جبت عمال يشتغلوا في بناء عمر يبقى الغرض من العقد هنا بناء العمر طب العمر انتهت خلاص العمر انتهت يبقى كده العقد انتهت كمان عندنا انتهي العقد محدد المدة انتهي العقد محدد المدة وبلوغ العامل سن التقاعد لكن في نقطة مهمة جدا في حالة ان العقد يكون محدد المدة والعامل بلغ سن التقاعد يتم اكمال العقد محدد المدة حتى لو العامل بلغ سن التقاعد يعني ايه هي يقولك كده من حالات انتهاء عقد العمل بلوغ سن نقط بلوغ سن التقاعد ما لم يكن العقد نقط محدد المدة يعني لو العقد محدد المدة ما بطلعش لسنة تقاعد بطلعش معاش يعني بيكمل العقد محدد المدة كمان عندنا من ضمن الحالات الاستقالة ونخلي بنا من الاستقالة الاستقالة فيها نقطتين مهمين جدا الاستقالة لازم تكون كتابة مفيش استقالة شفاوي مفيش استقالة شفاوي يعني لو دي قالك كده تشاجر عاملين فأبلغ أحدهما بالاستقالة أبلغ المدير بالاستقالة أنا بقول له غير قانوني قبلغ دي يعني قال وقال دي ما تنفعش معنا عايز تستقيل لازم الاستقالة تكون كتابة طيب هل بعد ما أقدم استقالتي من الممكن أن أنا أرجع في كلامي طبعا من الممكن أن أنا أرجع في كلامي والقانون قال يجوز الرجوع في الاستقالة في خلال سبع أيام من تاريخ تقديم طلب الاستقالة يبقى الاستقالة دي مهمة جدا الاستقالة لازم تكون كتابة ويجوز الرجوع في الاستقالة فيه خلال سبع أيام من تاريخ كتابة الاستقالة احنا بنتكلم فيه حالات انتهاء قعد العمل عندنا كمان من ضمن الحالات وفاة صاحب العمل وفاة صاحب العمل عندنا كمان وفاة العامل حكما وحقيقة عندنا كمان العجز الكلي والعجز ايه اللي ممكن يصيب العمل دي حالات انتهاء قعد العمل طيب تعاني شوف مع بعض كده السؤال اللي بعد كده اذكر الرأي القانوني رفض صاحب عمل منح أجازة لأحد العاملين لأداء الامتحان بأحدى الجامعات رغم تقديم العامل طلب الأجازة قبلها بعشر أيام طبعا قلنا هنا قانون أن هو يرفض الأجازة لأن هنا لازم يكون قدمها قبلها بخمستاشر يوم على الأقل رفض صاحب عمل خاضع لقانون العمل تشغيل ثلاث معوقين بحجة أن عدد العاملين لديه أربعين عامل طبعا بالنسبة لتشغيل المعوق القانون قال أو ألزم القانون كل صاحب عمل خاضع لقانون العمل ويعمل لديه خمسين عامل فأكثر بتشغيل نسبة خمسة في المية من عدد العمال المعقين يباني القانون حط شرط نقوله تاني ألزم القانون كل صاحب عمل خاضع لقانون العمل ويعمل لديه خمسين عامل فأكثر يبقى هنا الشرط أن يكون عندي أكثر من خمسين عامل أنه أنا يكون ملزم بتشغيل نسبة خمسة في المية طب إف ده أنا عدد العمال عندي أقل من خمسين يبقى أنا كده ملزم لا طبعا مش ملزم بأي نسبة عشان كده في الموقف اللي قدامنا بيقول إيه رفض صاحب عمل تشغيل ثلاث معوقين بحجة أن عدد العمال أربعين عامل هنا بنقوله وجهة نظر صاحب العمل هنا قانونية مية في المية يبقى هنا قانوني لأن عدد العمال أقل من كام رفض عليك أقل من خمسين عامل كام صاحب مصنع منسوجات بتشغيل مجموعة من الأطفال تطرح عمرهم بين الثانية عشر وربعة طبعا هنا غير قانوني لأننا لسا ألين في بداية الحلقة أن سن تشغيل الأطفال بيبدأ من أربع تاشر سنة إلى تمنتاشر سنة وطبعا هنا إحنا رطينا جزء كبير من المنهج أرجو أن أنت تكونوا استفدتوا حاجة النهاردة وبإذن الله ربنا يوفقكوا جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته